تصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا عارفين خلاص يعني كلها ايام قليلة ان شاء الله والروح لفصل الربيع ومع فصل الربيع دايما ما بيكون فيه حدث مهم جدا بينتظروا الكثير في محافظة الجيزة وهو معرض الظهور اللي دايما بتنظمه حديقة الأرمان علشان كده تعالوا نروح لهناك سريعا مع زملتنا جرمين ابراهيم ونعرف منها اخر التفاصيل لمعرض الظهور رقم 89 صباح الخير يا جرمين صباح الخير يا احمد وصباح الخير يا بسانت وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان يعني كعادتها كل سنة بتستقبل حديقة الأرمان معرض الظهور واللي تم قامته لأول مرة سنة 1914 لكن أول مرة تم قامته بشكل رسمي كانت سنة 1934 السنة دي بتقام الدورة 89 للمعرض ولا تستمر لحد 31 مارس عشان نعرف تفاصيل أكتر معينا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة صباح الخير يا دكتور برحب بيك يعني في البداية لو تكلمنا عن تفاصيل الدورة 89 مساحة المعرض وعدد العارضين يعني الأول اسمحي لا شكر حضرتك والحقيقة زي ما حضرك شايفه كده المعرض ده مقام في حديقة الأرمان حديقة الأرمان دي أنشأت الحقيقة من سنة 1875 حديقة لها تراث كبير جدا فيه كم كبير من النباتات الندرة أكتر من ألف نوع من النباتات الندرة موجودة هنا إضافة إلى معشابة موجودة داخل الحديقة علشان توفر الأعشاب وتوفر الشتلات للنباتات المختلفة والندرة طبعا ده المعرض رقم 89 للمعرض الظهور والحقيقة الدورة دي بتشهد إقبال كبير وإقبال كثيف من الناس احنا بنتكلم في أكتر من 240 عارض موجودين في المعرض على مساحة 31 ألف متر مربع ده الحقيقة بيطفي جو من البهجة على الأسر المصرية عم يشوف دايما الشباب والسيدات والأنسات والعائلات بيجوا هنا علشان يشوفوا الجمال الطبيعي إضافة لأنه كمان المعرض الحقيقة مش بس بيعرض الظهور إنما كمان بيعرض آليات الزراعة فيما يخص نباتات الزينة ونباتات القطف والزهور فبالتالي ده بيخدم الفئة دي إنها تقدر تربي تقدر تستغل مساحات غير مستغلة في البيوت بتاعتها تقدر تحط قيمة للزهور عندها وتبقى اللمسة الجمالية موجودة عندها بأشكال مختلفة دعني أسأل حراتك يا دكتور محمد عن أقسام المعرض وخصوصاً هو مش بس زهور ونباتات لكن في أقسام متنوعة تكلمنا عنها يعني طبعاً هو الأقسام هنا متعددة نحنا بنتكلم على النباتات الداخلية في أشجار وشتلات بتكون مخصصة للأماكن الداخلية بعيداً عن المناطق المشمسة كمان فيه النباتات الأطف اللي هي الورود المختلفة والأشكال المختلفة من نباتات الزينة سواء نباتات حولية أو نباتات معملة اللي بتفضل موجودة بشكل مظهر طول العام كمان فيه جزء متخصص بالمستلزمات الأسمدة العضوية والمخصبات العضوية والمبيدات العضوية والمنتجات الداعمة لزيادة جودة وكفاءة الانتاج إضافة لجزء كمان مخصص للمستلزمات اللي هي الميكانة الخراطيم المية إزاي نعمل زراعة مائية إزاي نقدر نحط البنبات الحاجات اللي هنقدر نستخدمها في عملية الزراعة فإحنا مقسم عندنا لثلاث أقسام وطبعا إحنا شايفين المساحة بالكامل كله بتنافس بعض العرض أفضل ملاديه والعرض أفضل ما يمكن تقديمه للمواطن المصري أنا عارفة كمان إنه مش بس بقى فيه زهور ونباتات لكن كمان فيه منتجات غزائية ومنافس خاصة لوزارة الزراعة وقسم مع اقترب شهر رمضان الكريم حابين حتى تتكلمنا برضو عن المنتجات الغزائية الموجودة طبعا وفيه قسم دعم للأقسام دي كلها هو توفير المستلزمات والمنتجات الغزائية إضافة لأن كمان المعرض هذا العام هيشهد بإذن الله يعني إقامة لمعرض الطمور إحنا بنقيمه دايما كل سنة فده كمان هيكون داعم بشكل كبير جدا وهيكون فرصة كبيرة جدا لتسويق الطمور خصة أن إحنا الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج الطمور ووجود المعرض ووجود فرصة كبيرة أن يبقى معرض الطمور زي ما بقنا كتير بنعمله إضافة معرض الطمور وده هيكون متواكب بقى مع دخول شهر رمضان وطبعا عندنا منافس وزارة الزراع اللي بتقدم أسعار مخفضة جدا للمواطنين والجمهور والحقيقة دا بيلبي احتياجاتهم المواطن اللي بيجي ياخد جولة هنا في المكان بيبقى عايز يشوف برضو أي حاجة يحتشتري احتياجات يشتري أي مستلزمات فده كمان متوفر والحقيقة المنافس اللي موجودة هنا بتقدم خصومات بتتجاوز إلى 20% مقارنة بسعر السوق ودايما بيكون عندنا تقريبا كل حاجة بيحتاجها المواطن إضافة لأن الجودة العالية إنما كمان بيكون سعرها منافس بشكل كبير جدا وكمان معرض الطمور هيكون داعم بشكل كبير لتلبيت احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان بإذن الله حابقين كمان نتمنى المواطنين على متوسط أسعار النباتات والزهور بتبتيل تقريبا أسعارها من كم عشان وطن وهو جاي يبقى يعني حاطة ميزانية معارف بالزبط إيه يبقى معا كم يعني الحد تدي تحديدا لا ما نقدرش نتكالفة لأن الفروق الأسعار وتفوت الأسعار وطبعا كل واحد له حاجة بتشده ولكن عندنا هنا حاجات بتبدأ من أسعار يمكن أقل من 5 جنيه اللي لدي بعض الحاجات وبتفضل متدرجة معنا لحد أكبر أركم ممكنة طبعا دا بتوافق بقى مع عمر النبات شكل النبات طبيعة النبات ضل ولا شمسي هل هو حولي ولا مستديم بتختلف بشكل كبير إنما عندنا تفوق كبير جدا وأي شريحة من شراح المجتمع حابة يجي وتشوف بهجة الألوان والتنصق الموجود تتمتع وتمتع نظرها وتمتع روحها بالجمال الطبيعي اللي موجود في المعرض دا متاح طبعا لكل الجمهور اللي حابب إنه هو يجي ويشتري حاجة طبعا متاح البيع للجمهور اللي محتاجي يشتري حاجات بأسعار وليلي جدا موجود اللي محتاجي يشتري حاجات بأسعار مناسبة أو أسعار عالية شوية موجود فموجود كل الفئات وموجود كل الأشكال حتى اللي عايز المكان دا يبقى خروجة ومتنفس جميل موجود برطة يعني دي دورة 89 لمعرض الزهور إنه أنا قدر نقول إيه المختلف فيها أو إيه الجديد فيها يعني عن الدورات السابقة الجديد طبعا إن دا إحنا بنتكلم بعد ما بعد الجائحة يعني بعد جائحة كورونا طبعا اهتمام كبير من العارضين إحنا بنتكلم في أكتر من 240 عارض الحقيقة دا إقبال كبير جدا ويدل على إن القطاع دا قطاع مؤثر قطاع النباتات الزينة والزهور الحقيقة من القطاعات المؤثرة في مصر إحنا بنتكلم مصر برضو من الدول الرائدة في تصدير عادة كبير من نباتات الزينة إحنا اليسمين وعادة كبير من النباتات وزيوط العطرية إحنا لنا سبق فيها كبير جدا طبعا دا بيدي متنفس وبيدي فرصة إن الاقتصاد دا يتحول من فكرة الترفيه أو الشكل الترفيه إلى فكرة الاقتصاد إن إحنا نقدر نعمل الكلام ده في بيوتنا نقدر ننفذ أشكال مختلفة من الزراعات على المساحات الغير مستغلة أولا تدي جمال طبيعي ثانيا تدي يعني تواجه بقى الانبعاثات والأثار للتغارات المناخية اللي موجودة ثالث حاجة كمان تبقى دخل مصدر دخل اقتصادي وأكيد اللي هيجي هنا هيشوف السواء اللي بيمول كلام ده أو اللي بيوفر المعدات للكلام ده أو اللي بيوفر التقاوي والبزور للكلام ده أو اللي بيزرع الكلام ده أو اللي بيشتري حتى المنتجات دي علشان يقدر أنه يعمل مشروع صغير أو بيزنس صغير له من خلال نباتات الزينة والظهور كمان التكامل بقى اللي موجود هذا العام ما بين كل القطاعات وكمان قرب شهر رمضان فده هيكون مش بس معرض للظهور وإنما كمان تلبيت احتاجات البيوت المصرية يعني أخيرا لو نقول لموطنيين موعيد الزيارة الموعيد الزيارة المفتوحة بشكل دوري كل يوم من الساعة 9 صباحا يجووا يشرفونا وطبعا الدخول من أكتر من باب عندنا الباب الرئيسي وفيه التذاكرة بدخول الحياة مخفضة جدا فإن شاء الله يقدروا يجووا يزورونا ويجووا يشوفوا المكان ويتمتعوا ببهجة المكان هنا إضافة للمعرض كمان يشوفوا النباتات الأثرية النباتات الندرة اللي موجودة من أكتر من ألف عام الحياة ده تراث كبير جدا موجود في المعرض في الحديقة وفي المعرض إن شاء الله أشكر حياتك جدا على وجودك معينا وكل التفاصيل وافتتاح موفق إن شاء الله المعرض الزهور شكرا يعني أحمد وبسنت ده كان لقاءنا مع دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة وإحنا بنوجه كمان دعوة مفتوحة لكل المواطنين لازم يجووا ويستمتعوا الحقيقة بالظهور والنباتات والمعرضات المتنوعة والمختلفة داخل المعرض وزي ما قال دكتور محمد أن الأسعار يعني بتبتدي من أقل من خمسة جنيه فهي فرصة لكل مواطنين علشان يقدروا يزوروا المعرض برجع لكم مرة تانية في الاستوديو شكرا لك يا جرمين وأنا يعني بوجه لكل التحية ليكي والضيفك الكريم وبدعوك أنت كمان للاستمتاع بحديقة الأرمان أقدم الحضائق النباتية في العالم اللي كانت بتعرف زمان بصرايا الجيزة تحديداً كونها جزء من قصر الخديوي في القاهرة الخديوية القديمة شكرا لك يا جرمين انت وارتين منظر جمالي في الحياة خليتين كلنا متحمسين أن نحن نزور المعرض